المثقفون والفنانون من صناع الرأي العام شهرتهم وأفكارهم التنويرية تجعلهم في موضوع المسؤولية التي تحمل مجتمع من نزوات رجال السلطة وسياسيها الذين ما برحوا يبشرون بالحرب الأهلية وتهديد سلم المجتمعية لكن أكاديميين يرون أن المثقف مهزوز ولا يملك خطابا مؤثرا وإذا أراد أن يكون مؤثرا عليه التخلي عن موضوع الدفاع والتحلي بالشجاعة لمعارضة السلطة والدفاع عن المدنية المفخخات والعبوات التي كانت دائما تستهل بغداد صباحاتها بها هذا الغياب الإيجابي أدى إلى حضور سلبي المفخخات السياسية التي تظهر فجأة وتخلخل البنية السياسية داخل المجتمع العراقي من هذا المنطلق أصبح دور المثقف العراقي أيضا هو مثقف مهزوز لأنه المثقف العراقي أعتقد أنه ما زال في مرحلة الدفاع عن نفسه والدفاع عن وجوده وبالتالي فإن موضوع الدفاع لا يدع له المجال أن يكون خطابا مهيمنا ومؤثرا في الخطاب السياسي العراقي الفارق في الأولويات ما بين المثقف والسياسي جعلت الفجوة الثقافية تتسع فهم السياسي هو السرقة والفئوية والحزبية وغيرها وهم المثقف والفنان بناء الوطن بحسب فنانين فكم من النصائح التي قدموها ولكن ليس هناك من يسمع فالسياسي يراهن على جهل المجتمع للبقاء في السلطة كم من النصائح التي قدمت للحكومة العراقية من المثقفين والفنانين العراقين إحنا أصواتنا ما تسمع ليش؟ لأن إحنا كفارق بالهم وبالوعي بيننا وبين السياسي العراقي السياسي العراقي هم يسرق وينهب ويطلع إحنا المثقفين العراق همومهم ببناء ثقافة وبلد والقصد يعني يختلفن اختلاف كل شيء شبير الترقب والانتظار حالة يتشارك فيها المثقف مع المواطن لكنه لا يردد عبارة نارهم تاكل حطبهم لأن نارهم ستأكل حطبنا بحسب الأمين العام لاتحاد الأدباء الذي أشار إلى إصدار بيان حول الأزمة السياسية ووجه دعوة لكل المهتمين إلى مناقشة تداعية الأزمة السياسية في البلاد نارهم ستأكل حطبنا ستأكل حطب العراق الأخضر واليابس فلذلك المسألة خطيرة والمرجعية الثقافية المرجعيات الثقافية بشكل عام التي ذكرتها عليها أن تتخذ موقفا نحن في اتحاد الأدباء أصدرنا بيانا والله دعوة من اتحاد الأدباء لم شمل مجموعة من المنظمات الثقافية العراقية لتدارس الوضع الخطر الذي يمر به العراق من بغداد وليد الشيخ الحرة موسيقى موسيقى